وسط مدينة الموصل وتحديدا الساحل الأيمن حيث المدينة العتيقة المدمرة ووقعها الصحي المنهار افتتحت العتبة الحسينية المقدسة مستشفى البتول التخصصي للنسائية والتوليد والأطفال وهو الأكبر مساحة وطاقة استيعابية من نوعه في جميع مستشفيات الشفاء التي تكفلت ببنائها العتبة في العراق بمساحة خمسة آلاف متر مربع وبسعة 220 سرير المستشفى تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء ولكن منعت أغلب وسائل الإعلام من تغطية الافتتاحية بعد التضييق الشديد عليها بحجة المخاوف الأمنية شهدت هذه المدينة بالأمس افتتاح المستشفى الأولى على نفقة العتبة الحسينية في الجانب الأيسر واليوم في الجانب الأيمن لما تحتاج هذه المدينة التي يبلغ تعداده أكثر من أربع مليون ونصف مواطن بكل مكوناتهم العراق المصقر في هذه المحافظة يحتاجون لهكذا مستشفى بعد أن عجلت الدولة عن بناء مستشفى خمس سنوات لحد اليوم مستشفى البتول يضم منظومات حديثة للدفاع المدني والإنذار المبكر ومنظومة المراقبة ومنظومة استدعاء الممرض ومنظومة مركزية للأكسجين الطبي ومن مناشئة إنجليزية فضلا عن حاضنات لأطفال الخدج من مناشئة عالمية رصينة هذا المركز له مكانة كبيرة من خلال واقع اهتمام العتبة الحسينية المقدسة وكوادر العتبة الحسينية المقدسة في صورة عامة على إنشاء مثل هيش مركز الذي يحتوي على 225 سرير وهناك أربع صالات عمليات وأربع الخدج وغيرها الواقع اطلعنا على المركز من المراكز المهمة ويعد مستشفى البتول هو الثاني من نوعه الذي تقدمه العتبة الحسينية المقدسة هدية لدائرة صحة نينوى بعد مستشفى الشفاء الأول الذي افتتح العام الماضي في ناحية برطلة والذي قدم خدمات مجانية كبيرة لأبناء الموصل وتعد هذه المشاريع المهدات من العتبة رسائل عملية على أبوية المرجعية الدينية ورعايتها لجميع العراقيين تقف المرجعية العليا على مسافة واحدة وخطوة حد مع جميع العراقيين وستدعم محافظة نينوى بمشاريع أخرى لعودة الحياة الطبيعية وعودة البنى التحتية لهذه المدينة والإعمار الذي تشهده محافظة نينوى يذكر أن العتبة الحسينية تكفلت ببناء عشرات المستشفيات المتكاملة في جميع محافظات العراق وقدمتها لوزارة الصحة دعما للواقع الصحي الذي يعاني العديد من الإخفاقات والمشاكل الفنية واللوجستية من الموصل لقناة الفرات على الطائي